السلام عليكم البنات نهار جديد فيديو جديد اليوم اريد ان نصور معكم روتيني ما نفعل انا نفعل البرنامج اسبوعي انا نضيفه يومين 3-4 ايام لا نستطيع لم نفعل هذا او 5 متواجد يومين 3 ايام لا نستطيع العمل المسات المسات لم يتمكن قد يملك كما نقوم بمجموعة الاغرسات في مرة واحدة وبهذا الطريقة يكون لدينا الأكل متوجد في الدار كما نستغل الفرصة لكما نشكر المنخرة جدا في القناة كما نشكرهم شكرا جزيلا جدا غير بغيت بين قوسين نعلم أو نشير بأن هذه القناة مشتركة طاولة الطبخ مع لطيفة وسعيدة بين إخوتين أنا مقيمة بإسبانيا والأخت مقيمة بالمغرب كما نشارك بلوك وروتينات وكي تقضي كما نقوم بعمل معلومات على الريجيم والأخت التي تقدمه حتى أنا سوف نقوم بسرعة في هذا المجال وإذا كانوا يعجبوكم بحل هذا الفيديو قلوها لنا في لائحة الوصفة التحت وأنا على عيني وعلى راسي نقوم بعمل ونشارك معكم الشهيوات والأكلات اللي كان أكلها وأنتم حتى أنتما تفيدونا بلا غسطة ديالكم شنو كتديرون شنو كتطيبون شنو موالف نكتديرون ولهذا بقوا معنا هل نبدأ المعروف؟ هل منظم الموالف نبدأ الجنو ملحة نقوم بفطور بحل دي زوملت وما بتحديد البد ستحتاج لهم إلى بتحديد البد سبيناش أو جزب الزيزة سنقوم بقصبور المدنوز الغزار والملح وما بقصب الهبناء نضيف الفرن مع الأكل نضيف مرلوسة نضيف مختلطة سوف نضيف مرلوسة نضيف مففلة حمراء نضيف مقطعة نضيف جملات نضيف الحم ذات نضيف عمراء نضيفة نضيف � ganze 1 مدينة بروكولي و مح libre لنضيف الفرن نضيفente بروكولي طبق الماء ثم نضيف البروكولي والشفرول لدي قوسين لنطيب الماكلة هنا هنا نضيف الحوت ونضيف البطن الموفين ونضيف البروكولي ونضيف المصر والسلات هذا مصر هذا نضيف جهد هنا نضيف الوصف والسلات هنا نضيف كما نضيف تنهل البيض في اول بيض البيض البيض جميعا نضيفها نضيفها البيض البيض نضيفها نخلط المنحل نخلط القليل نقطع في ممية الصغيرة الطماطس يغيز ثم قطعت الربع والذيه و نضيف اوملات على شكل موفين نضيف المفران نضيفنا نقية تبارك الله را اي واحد راكي عارف يدير الطرطية را ماشي وعران انا بنينا كنفرقوا ليطومات سيغيز هما اللو اللي ندرون فلاباز وليزيبنا درنا حبيبات حبيبات فكل في كل طابر واخير مرحلة نكبو عليهم البيت نزيد لهم الفرماج انا اضطلهم الفرماج انتم لا تشاهدون ورا الصور تعبر على كل شيء فرقتهم مبقى لي ايش البيض وزيت عاود الخالد وزيت واحد جوج بيضات ضربتهم زيان لكي كملت ثلاثة دلي مفين اللي بقاولي بنتي اتعاوني راكي تتمدلي كل شيء صافي خلطت ذاك البيض وكملت دوك لدخوا بيس اللي كانوا بقاولي ارى كتجي غزالة صدقوني كتجيبنينا وعندكم الفطور واجد الناس العائلات لا يوجد الوقت ونسأل عاملات بطبيعة الحال عندهم بضراري يكونوا واجدين في الطابر في تلاجة هنا تم خلطت ليف خوماج تشدار يمكنه 4 كيسوس خلطتهم كنخبعهم في هذا الطابر كنخبعهم في تلاجة حسن من لص الشيء صافي وقدر تفرقتهم على المفين تماما فران يجب عليهم حتى يتحمروا ودبا دزد باش نطيب دوك اسميته الميرلا هنا شنو ترات مالبطه يمكن تحت الماقينة او لا او لا او لا شنو ترات مالبطه نحمر بعض البصيلة بعض الزويتة بعض المليحة بعض العطرية بعض الربع او صافي او صافي او مخلوها تقلى شوية حيث بغيت نستغل هذه السلصة ديال اللي راني كانوش جد باش نستغلها مع البروكلي والشو فلور خلي تغل قياس اللي غادي ندير السامك ديال نضيف الفلافيل دعوه تضيفه تضيفه ملحة 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 الملحة الملحة اضيفه ملحة ملحة تضيفه ملحة قياس الان هنا الكيش و لا ملحة البروكولي ملحة ملحة هذا هو الحوت الذي تأكل بنتي و هذا الشيء نشريه هنا كثيرا يجبني صراحة في الطاجين او الفران او المقلاء يجبنا سوف نجعلهم يطيبون يطيبون مريقه يطيبون مريقه يجبنا جناش في بلاصوس و في هذا الأثناء يجبني أن يكون مريقه يجبني 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 اسمه يجبني يجبني حتي اليسر و هذا الشيء الذي اخذته انقصته و هذا الفرماج كما قلت لكم سابقا سوف أخلط بشادار و موزاريلا و 4 كيسوس سوف أضع فورت بروكلي و الشوفلور سوف أضع فران هذه أكلتها جميئة أكلتها مفضلة نزيدها البيض ولكن الزوجتي لا يأكل البيض سوف أضع فران موزاريلا سوف أضع فران موزاريلا كيسر موزاريلا 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 أضع موزاريلا ثم إنتبال الواتف الخضر الخضر خضر حتى الخضر يمكن أن تضع الفرن أضع الفرن الأقل على كونجيلاتور جلبانة نحتجة ممتازة كانت معاونة الصراحة تقوم بشكل مستخدم هذه الخضيرة تكون هناك منجلاتور من المجددين في المركز أو من المجددين يتباعون هذا الجاهزين تمام تماما تماما من المكتاب بطولة بشكل مستخدم لأنهم يتمزل جيدة بشكل مستخدم يجب ان اضعوا الى الاخميرة و اضعوا الفرماج و سبيناش و الطوماتسوغيز هذا الفرماج نشريه كمورسويات نقطعه على شكل مربع يجب ان اضعوا البلاستيك يجب ان اضعوا بلاستيك تباتل اضعوا بلاستيك اضعوا المزيد جميعا اضعوا اضعوا بطبيق يجب ان اضعوا ميزة اضعوا ميزة اضعوا بلاستيك اضعوا صور مزيد هذا هو الفرماج نهاية ها هما الحوتات اللي درنا هما طابو بالسهل فيه هادي الشالطة تكون عندي وجدة تلاجة هادي إنسالة بالخضر والمايونيز والزيتون مثل تون لغض هادو السمك وهذا البروكولي اللي درنا بحلة على شكل كيش هادو هما الترطيات اللغض وهذا اللحيمة اللي كانت عندي في الفرام والبوستري عندنا الترطيات تشيزكيك وهو هادو البنات إذا يعجبوكم حل هات الفيديوهات قلوه هاليا في كومنتر وانا على الرأس العيل كل نهاية اسبوع ندركم واحد ميل برب ونتقسم مع بعضياتنا الرسيتات نستفدوه ونفيدوه وهو هادو البنات كنشكركم مرة أخرى على انضمامكم القناة وتشجيعنا شكرا بزف 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 ومع سلامة شكرا 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 شكرا